السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لجميع فيديو جديد وأبرز أحداث التيك توك أو المنصة المغربية تحديدا على منصة زاغة كان الموعد مع الشيخ الفزازي ياسر المغربي وياكوزا ودكتور سنيبي الذي انضم بعد ذلك يعني في الحوار واللي كان صراحة حوار هادف وكانت المدخلة كلها قيمة وتكلموا أيضا على الصراع القائمة بين ياسر والسعيد أبرنوس ومحاولات الشيخ الفزازي للصلح بينهم وصراحة أنا أعجبني القصراح ديالو بأنه يريد أن يجمعهم في منصته ويحاولوا أن يصلح ما يمكن إصلحه في العلاقات ما بينهم لأن المسألة تطورت وتحولت إلى اتهامات بالجملة صراحة كان فيديو مطروحة لنقاش واللي كان يعني تهمونا فيه سعيد أبرنوس بأنه كان أحد أطراف الحراك في الريف لكن سعيد أبرنوس حاول صعود وصعد فعلا وصغى نزلته من المنصة لها لأنه كان تهجم على يهاية أيضا في حين أنه كان من أحد الضيوف اللي كانوا مواضبين على الحضور في منصتها سابقا لكن بعد أن استضافت ياسر فوقع الخلاف بيناتهم المهم سعيد أبرنوس حتى هو فتح المنصة ديالو وقدم دلائل على أن ذلك الفيديو فيه فبركا وفيه بعد الأمور التي وضعت في غير نصابها وفي غير إطارها الصحيب بالإضافة إلى أن ياسر كان أيضا حاضر في ذلك اللايف الذي كان عند أصعد شرعي والذي يتكلم فيه سعيد أبرنوس عن الحراك في الريف وعن وجهة نظاري فيما كان يحدود وأيضا عن علاقته بالزفزافي وما إلى ذلك المهم أما يهمنا في هذا الموضوع كله أن أمنيتنا نتمنى أن تتحقق وهو أن يتمى الصلح وأن ننهي هذا الصرع ويكون يعني الإنسان اللي ممكن يعني الناس تحتكم له وتستمع لنصائح هو شيخون الفيزازي اللي نتمنى أنه يقوم بهذه المبادرة ويصلح المشكلة بينهم لأن المسألة صراحة تجاوزت كل الحدود المعقولة وتخطط كل فرص لتعامل ما بين بعضنا البعض بطريقة رقية وجدنا أن اللايفات المغربية تحولت إلى معارك ما عندهاش لا بداية ولا نهاية القروس أيضا على الخط هما أيضا يعني أحد أطراف الخلاف كان لقوا يعني كل واحد يحاول ينتصر لنفسه المجموعات أصبحت أيضا يعني حاضرة بطريقة وبأخرى في الصراعات يعني كل واحد يحاول أن يتكتل في جبهة محددة نحن الأطراف الذين نشاهد عن بعد والذين لا نتحزب في أي جهة أصبحنا يعني نحس بأن اللايفات المغربية فقدت مصداقيتها فقدت جماليتها فقدت الحضور اللي كان قبل يعني من أجل مواضيع معينة نستفدم منها كاملين الرأي المغربي أيضا دخل على الخط وأيضا حاول أنه يدافع على نفسه لأنه تعرض أيضا للاتهامات خطيرة بأنه من بوليزاري وما إلى ذلك يعني اتهامات سخيفة كلنا نعرف من هو الرأي المغربي وكيف أنه دائما حاضر في اللايفات بقوة ويدافع وحدة المغرب ويدافع على أسلحة المغربية ويقدم دلائل تاريخية والوثائق والمعلومات المهمة صراحة الرأي المغربي لا غبر عليه منذ أن عرفناه وهو إنسان صادق وإنسان على خلق وإنسان محترم جدا يقدم اللايفات دياله أو يشارك في بعض اللايفات ويقدم الحضور القوي دياله بطريقة محترمة وبطريقة رقية وينسحب في صمت حاول دائما أنه يتجنب هذا الصراع ولكن مع الأسف شديد تم إقحامه بطريقة أو بأخرى وهذه المسألة صراحة أنا ضدها تماما حاول أننا نجمع الخلافات في حدود معينة ولا ننشرها بطريقة سلبية تجعل من الخلاف ينتشر ويكبر وهناك في هذه اللحظات يصعب أننا نصلح المشكلة أو أننا نحدد المشكلة بين أطراف معينين فقط هذه المسألة تكلم فيها أيضا دكتور سنايبي اللي كانت المدخلة دياله قيمة واللي تكلم على أن المشاكل الموجودة على التيك توك هي مشاكل خاصة ندير لها حد وخاصة تكون عندها حد النهاية وتكلم هو أيضا لأنه تعرض للإساءة من بعض الأشخاص الذين أسأوا له وتعاملوا معه بطريقة سيئة جدا في حين أنه يحاول قدر المستطاع أن ينتصر للقضية المغربية وينتصر لنا كمغاربة في جميع المحافل التي يكون مشارك فيها سواء على قنوات العالمية العربية أو على المنابر الإعلامية وينك يتكلم على القضية المغربية بكل مستقية بالوثيقة وهو من عرف بالثيقة في الوثيقة يكوزا قدمه أيضا ذلك الفيديو المعروف اللي يتكلم فيه على دكتور أبرنوس واللي يدلأ اللي قدمها صراحة بعد ما شاهد لايف سيسعد أبرنوس اكتشفنا أنه كان واحد لقتطاعات المهم كل هذا نتمنى أنه نضع له حد وأن يكون تدخل لشيخنا الفيزازي له تأثير إيجابي على الطرفين اللي نتمنى أنهم يوقفوا هات الصراع وينهيو هات الخلافات ويهتموا بالمنصات ديالهم بالمواضيع ديالهم اللي وقعت صراحة الكثير من الأحداث اللي مع الأسف الشديد ما رقناش اللي زيدي يعطيها الشرح ديالها وتفسير ديالها ونشوفوا يعني فين غادي هاد الأحداث يعني اللي وقعت مثلا في الجزائر أو داخل المغرب الخلافات ضروري أن تكون لها واحد النقطة النهاية اللي نتمنى أنه يكون مشاركين فيها الأطراف المهمين اللي احنا نحترمهم واللي نسندهم واللي نعتبرهم من أهم اللايفات المغربية وهي منصة سعيد أبرنوس، منصة ياسر، منصة الرأي المغربي، منصة الدكتور السنايبي، منصة ردوان فروحي، منصة إلياس والماليكة هذه هي المنصات اللي أنا نعتبرها فيها أهمية وفيها معلومات اللي احنا كنستفدوا منها واللي كان قدروا أصحابها بطبيعة الحال واللي احتوا حد منزكي وعلى طرف آخر مع أنه اختلطت علينا المعلومات واختلطت علينا الأحداث وأصبحنا في حيرة معرفنا من شكول اللي نصدقوه وشكول اللي نكذبوه ولكن احنا ما بغين نكذبه تشي حد بغين هم يرجعوا للمحتوى ديالهم للتاريخ اللي كانوا نقدموه لنا بطريقة جميلة للمعلومات اللي كنا نستفدوا منها واللي كانت تفيدنا كمغاربة محتاجين لمعلومات نغذوا بها الفكر ديالنا وندفعوا بها على الوطن ديالنا هذه هي أخر حدث على منصة تيك توك نتمنى التفاعل يكون قوي في التعليقات ونشوفوه شكول مع طرف ضد الآخر أو شكول اللي كيف فكر بحالي أن كل منصة المغربية فيها الخير والبركة محتاجين فقط أنا ننص الحدات البين بيننا وشكرا